السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازاكم صحابي حبايب اعملين ايه? اتمنى تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هنشرح بلوزة جميلة جدا. وده الجزء الاول منها اللي احنا هنعمل للسدر. هي بتبدأ بسدر دائري. اللي غرزة حلوة جدا وجميلة وبسيطة. امشي معي خطوة بخطوة وانا هشرحولك ازاي تعمليها لكل المأسات. اتمنى انها تعجبك. اه ما تنسيش تعملي لايك وشير لي الفيديو. وكمان ازا كنت جديدة في القناة انا برحب بك وبقولك اهلا وسهلا نورتيني. من فضلك دوسي على زر الاشتراك وفعلي الجرس. عشان يوصلك كل جديد انا بقدمه. ويلا بينا نبدأ على بركة الله. تعالي بقى نشوف انا هشغل بخط ايه? انا هشغل بخط الازيزيفة. الخط ده يا جماعة هو مفوش قطن خالص. هو مايكروفايبر اهو. مايكروفايبر اكليريك. مية في المية. مفوش اي نسبة قطن. هو خطس في اها بس محدش يقول لي قطن. اه الشلة الميت جرام بتعمل تلتمية وخمسين متر. عايزة بس اقول حاجة هنا. الاول انا هستخدم لمقاس لارش. هستخدم خمس شلات يعني خمس ميت جرام. كل مقاس اكبر انت زودي شلة. طيب حاجة تانية انا عايزة اقولها بالنسبة للخيط. الخط هنا بيقول لك استخدمي ابرة من اتنين ونص لتلاتة ونص. انا عايزة اقول حاجة هنا. ما تشغليش خط الازييفة ابدا اكبر من اتنين ونص. ابدا. اكبر من اتنين ونص. لخط الازييفة بيرخي بعد استخدامه وبعد الغسيل. طيب لو انت الشغلتي بابرة جبيرة مرخي. يبقى بعد الاستخدامه والغسيل يرخي اكتر. يبقى الشغل الوحش وده اللي شكي منه. الناس كلهم يقولوا ان شغل الديفة مش حال. شغل الديفة مش حال عشان انت الشغلتي بابرة جبيرة. الشغلية بالابرة المناسبة ما تكبريش عن اتنين ونص. يعني ممكن تشغلي باثنين اقل من اللي هو ايه الليكي هنا باثنين او اتنين ونص. اكبر من كده? لا ابدا تماما تماما. انا بنصح دايما بالكلام ده. بس عشان انا بدايتي السلسلة فانا هشغل بابرة رقم تلاتة. السلسلة بس. عشان ايه تبقى سهلة الدخول والتلوع في الايه في الابرة. كمان انا هحتاج اربع علامات او ماركر لو ما عنديكيش هاتي فتل ملونة وابر ملونة. هحتاج ابرة تنظيف وانا بحب ابرة الاتمين لان الخد ده خد ايه نقائي. زي ما انت شايفها الشغل بصي رقيق. ما ينفعش ان انا عمله الابرة اللي هي البلاستيك ودايما انا بقولي الكلام ده هتفتحه. دايما ابرة الاتمين هي صادقتي ومعايا بقالها سنين وعمر. وكمان احنا هنحتاج المقاص اللي هنقص بيه ويلا بينا نبدأ على بركة الله. تعالي نبدأ بقى شغلنا. انا بصي عاملة البداية وهقولها لك ازاي عشان نبدأ الفيديو بسرعة. هتبدأي تعملي ايه في المقاص? هتاخذي دوراني الراس والزودي عليه خمسة سنتي. اللي انت بتعملي لها. او اما تعملي الدوران على الرقبة الوسعة اللي انت عايزاه. يعني ممكن تكون عايزها واسعة. عايزها ديقة. عايزها اوف شولدر. عمليها المقاص اللي انت عايزاه. المهم في المقاص ده احنا هنعمل غرس عدد يقبل الاسم على تمانية. تمام كده? عدد يقبل الاسم على تمانية. يكون مقاصه قد دوران الراس دائد خمسة سنتي او قد دوران الايه? الرقبة. هبدأ بقى همسك البداية كده. هعملها لاخواتنا المبتديين دايما البداية. هسيب مسافة كده. وهلف الخطة على صوبية كده بالطرقة دي. وهعمل هنا كرس. بعندي حلقتين. هجيب اللي قدام دي ورا. واللي ورا دي امسكها. وطلعها كده. كده بعندي ابسط حلقة. وهجيب الابرة الكبيرة اللي هي اكبر نص نمرة اللي قلتلك عليها. اللي هي رقم 3 اللي هنشغل بس سلسلة بس. هالشغل ازاي? عدد امنا يقبل الاسم على تمانية. طب ما بنعرفش نعملها. فهنعمل ازاي? يبقى واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية. هرجع تاني واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية. هرجع تاني واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية. وافضل بقى اقرر كده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية. هافضل بقى اقرر كده بمقاس الوسع بتاعي اللي انا عايزان. انا المقاس بتاعي اللي انا حصلت عليه هنا. انا عاملة هنا. على جزء هنا هنا. عاملة ديت. بصي على ايه? ضبل. على مقاس دابل عاملة 36 سنتيه على اثنين يعني يعمل اثنين وسبعين سنتيه. يبا انا همشي بالنسبة لي بالنسبة لمقاس اللي هو الارش همشي كده سلاسل تمانيات 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 لغاية ما وصل لاثنين وسبعين سنتيه. طيب انا وصلت الاثنين وسبعين سنتيه. هدى قاعدل السلسلة بالشكل ده كده. اهو. وبعدين هاجي في الغرزة الاولى. وهسحب الخيط بتاعي من زرقة. اهو. هسحب من البداية ومن الغرزة الاخيرة. بقى كده انا عندي ايه? الدوران بتاعي اللي هو عندي كان مقاس وسبعين سنتيه. شوف انت عايزة بقى مقاسك كم? مم من عدد دي بالاسم على ثمانية. كده انا خلصت الابرة دي انتهت بالنسبة لي. هاجي بالابرة بتاعتي بقى اللي هي هالشغل بقى اللي هي اثنين ونصف. وهبدأ هارتفع واحد اثنين تلاتة. كده غرزة عمود. بالشكل ده كده. هاشتغل غرزة عمود. في كل غرزة. هدخل اعمل غرزة عمود. واقوع تنسي غرزة. انا خليتك تعملي بابرة اكبر نصف نمرة عشان تبقي شايفة كل الغرز. اهو. في كل قصدي غرزة هعمل آآ عمود. عمود بالعفة. تمام? او بلف الخيط وانزل في الغرزة. وبعدين بسحب اثنين. اثنين. تبدأ لي بقى ماشي كده السطر كله كده. تمام? تبدأ لي بقى ماشي السطر كله كده عمود. انا عملت كده حاجة بسيطة كده. عشان بس اعرفك الشغل. يبقى انت كده عملت الداية ده عبارة عن ايه? عن تمن غرز. تمانية تمانية تمانية. عدد ياب الاسم على تمانية. عملتي بوسع دوراني اللي انت عايزيه. سواء وسع الراس. انت دخلت دوراني وزقت خمسة سنتي. او وسع الرقبة اللي انت عايزيه. بالشغل بتاعنا الاساسي هون. طبعا لما بجي عد الشغل بتاعي وبتأكد. فانا عشان ايه? ما يروحش مني العدد ساعة احطي ايه? يعني انا عددت عشان اتأكد ان دولا عملوا معي مية اتنين وتسعين غرزة. تمام? الدوران بتاعي ده عمل مية اتنين وتسعين غرزة. فانا عشان اتأكد ان انا صح فبراح عدد عدد مية حطيت ماركر عدد خمسين حطيت ماركر وبقدان عدد البقين. عشان ايه? ما اتوهش مني. كده خلاص احنا ايه? طبعا افلنا هنا. وتأكدنا ان احنا الشغل بتاعنا مزبوط. عدد اجيب الاسم على تمانية. هاجي هنا بقى. اخر غرزة هنا اهيه. حدد ان انا ايه? هعمل اخر غرزة. اللي هي الايه? المية اتنين وتسعين. كده لمزبوط مش ملفوت. تمام? قبل ما اقفل. وبعدين هاجي في الغرزة التالتة من الارتفاع واقفل بمزرقة. وبعدين هارتفع غرزة. وفي نفس المكان اللي انا كنت فيه ده. اقفلت فيه. هنزل اعمل غرزتين حشو. اجي واحدة. وبعدين اتنين. وبعدين واحد اتنين تلاتة سلسلة. هعد واحد اتنين تلاتة. وفي الرابعة هنزل اعمل اتنين حشو. ده تكراري. اعمل واحد اتنين تلاتة سلسلة. هعد واحد اتنين تلاتة. وفي الرابعة انزل اعمل اتنين حشو. اجي واحد اتنين. هعدي تاني واحد اتنين تلاتة. وبعدين اسيب واحد اتنين تلاتة. وفي الرابعة انزل اعمل اتنين حشو. يبقى ده تكراري في السطر الاول. هعمل واحد اتنين تلاتة. واسيب واحد اتنين تلاتة. وفي الرابعة هعمل اتنين حشو ادي واحد اتنين ده كده التكرار بتاعي السطر الاول كله خلصي وتعلي نعمل السطر التاني خلصت الداير كله زي ما انت شايفة كده وبعدين عملت اخر حاجة اللي هم اتنين حشو بعين تلاتة سلسلة مفوض ان انا بروح اعمل اتنين حشو فهم معمولين كده في البداية فهاجي في الغرزة الاولى هعمل ايه غرزة مزلقة عملت في الاولى غرزة مزلقة همشي بس غرزة واحدة بس مزلقة بحيث ان انا اوصل بس للايه للبداية هنا وبعدين انا هنا عايزة اعمل تلاتة اعمدة بس انا عايزة اقول الحاجة ممكن بترتفعي واحد اتنين تلاتة الارتفاع بتاعك او العمود بيجي من فوق الشغل طيب لما تيجي تلفي بعد كده وتنزلي من هنا فبقيت الاعمدة بتنزل من تحت الحلقة فانا عشان اتفادى موضوع انها ما يبانش عندي انها مقفولة عندي من الجزء ده فانا هعمل حتة حاجة صغنونة انا طبعا قفلت هنا خلاص جيت هنا مزلقة هنزل من تحت من هنا وكايني هعمل غرزة حشو بس هي الغرزة بتاعت البداية كده خليت العمود بتاعي بدأ منين من تحت كده اتنين تلاتة يبقى انا عملت غرزة الحشو كأنها سلسلة وبعدين اتنين تلاتة كده عمود يبدأ من تحت زي بقية الاعمدة التانية يبقى كده العمود التانية شايفة اللي اتنين بدأين منين شايفة من تحت وبعدين كده العمود التالت بعد كده هعمل واحد اتنين تلاتة هاجي هنا على التانية اللي هما التلاتة تانين هعمل غرزة حشو وبعدين تلاتة سلسلة وهنزل في نفس المكان اعمل غرزة حشو تانية ده التكرار بتاعي بعدين واحد اتنين تلاتة وبعدين هروح في الحلقة اللي بعدها قلنا تكرارنا 3 أعمدة وبعدين في الإيه في اللي بعدها 2 حشو ما بينهم 3 سلسلة يبقى أنا هعمل إيه 3 أعمدة أجي 1 2 كده 3 وبعدين 3 سلسلة وبعدين هروح على اللي بعدها أعمل 2 حشو أجي أول حشو وبعدين 3 سلسلة وبعدين الحشو الثانية أجي كده التكرار الثاني هعمل لك تكرار كمان 1 2 3 هروح على التلاتة دول هعمل 3 أعمدة أجي 1 2 كده 3 وبعدين 3 سلسلة وبعدين في الفتحة اللي بعدها هعمل 2 حشو أجي أول حشو وبعدين 3 سلسلة وبعدين الحشو الثانية كده أنا عملتلك 3 تكرارات يبقى التكرار بتاعي يبارا عن إيه فتحة بعمل فيها 3 أعمدة وفتحة بعمل فيها إيه غرصة حشو ما بين الثلاثة أعمدة والغرزتين 3 سلسل ما بين الاثنين حشو 3 سلسل قراري السطر كله كده خلص السطر الثالث زي ما أنت شايفة كده وأنا كنت بدقة بتلاتة أعمدة فالطبيعي أن أنا انتهي باثنين حشو اللي ما بينهم تلاتة سلسلة فأجي تلاتة أعمدة هعمل أجي 1 2 ثلاثة سلسلة وبعدين هعمل الاثنين حشو أجي 1 وبعدين 1 2 3 وبعدين الحشو الثانية كده هلاقتي مزبوطة عشان كده قلت عدد جئبا لإسمعها 8 بعد كده هعمل 1 2 3 وبعد كده هروح في الغرزة الثالثة من الارتفاع للأعمدة هنا أعمل غرزة منزلقة نبدأ السطر الرابع بتاعنا طبعا أنا زي ما قلتلك مش عايزة أرتفع دايما من فوق عشان ما يبنش أن المكان ده أفل فهنزل من تحت هنا هسحب الشغل بتاقي كأنه غرص حشو بس أنا أعتبرها غرص سلسلة أجي 1 2 3 يبقى كده العمود بتاعي بدأ منين من تحت العمود الأولاني ده أنا عملته فوقيه عمود هرجاء أعمل عمود تاني يبقى كده الأولاني عملت فوقيه 2 اللي في المنتصف اللي هو في النص ده هعمل فوقيه عمود 1 بعد كده العمود الثالث هعمل فوقيه 2 أجي 1 2 يبقى أنا كان في السطر السابق اللي هو السطر الثالث كانوا 3 عمودة هنا خلتهم 5 بعد كده هعمل 1 2 3 وبعدين هنزل هنا ما بين غرزتنا الحشو هنا في النص هنا هعمل غرزة حشو واحدة بعد كده هعمل 1 2 3 هي بدأت اكراري التلاتة هخليهم خمسة وبين ثلاث سلاسل وبين غرز حشو وبين ثلاث سلاسل هرجعت انا قرر التلات عميدة هعملهم خمسة ازاي ان انا هاخد فوق العمود الاولاني اتنين هدي اول واحد وبعدين هدي العمود التاني وفي المنتصف هعمل عمود واحد وبعدين في الأخير هعمل عمودين هدي عمود اتنين كده بقى معايا خمسة وبعدين هعمل ثلاث سلاسل وبعدين هروح ما بين غرزتين الحشو واعمل غرزة حشو وبعدين واحد اتنين تلاتة كده التكرار التاني هكرر التالت فوق العمود الأولاني هعمل اتنين عمود ادي واحد اتنين المنتصف هعمل واحد الأخير او التالت هعمل عمودية ادي واحد اتنين وبعد كده واحد اتنين تلاتة هروح على ما بين غرزتين الحشو هعمل غرزة حشو وبعدين واحد اتنين تلاتة كده التكرار التالت هراح اقرر بقى التكرار بتاعتي كلها كده هتقرر السطر كله كده خلصي السطر الرابع وتعلي نعمل السطر الخامس كده انا خلصت السطر الرابع وعملت اخر حاجة غرزة حشو وبعد كده هعمل واحد اتنين تلاتة وبعد كده هروح في الغرزة التالتة من الارتفاع اقفل بقى منزلقة كده اقفلنا السطر الرابع تعلي نبدأ السطر الخامس عشان نبدأ السطر الخامس زي ما انا قلتلك دايما انا بدخل من الغرزة كاني هعمل غرزة حشوة زي ما انت شايفة بصي هو مش هيباني ان احنا ايه ان البداية تعتنا من هنا وبعد اتنين تلاتة عملت فوق العمود الاولاني عمود وفوق العمود التاني هعمل عمود وفوق العمود التالت هعمل عمود كده انا عملت فوق التلاتة ايه تلاتة عمودة وبعدين واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة وهاجي تاني فوق العمود التالت تاني اللي هو الاوسط اللي هو مش انا عاملة خمسة انا عملت اجي اتنين الاولاني فوق ايه واحد والتاني فوق ايه واحد التالت بقى اللي هو في النص عملت عمود وبعدين خمسة سلسلة هرجع اعمل فيه تاني عمود تاني يبقى العمود المنتصف اللي هو التالت عملت فيه عمودين ما بينهم خمسة سلسلة هرجع تاني هعمل في الرابع عمود وهعمل في الخامس ايه عمود كده بقوا عندي الخمسة دول بقوا ستة تلاتة هنا وثلاتة هنا وما بينهم خمسة سلسلة يعني عملت فوق الاولاني عمود وفوق التاني عمود العمود التالت عملت فوق ايه عمودين بس ما بينهم خمسة سلسلة وعملت في الرابع عمود وفي الخامس عمود هروح على طول مباشرة مريش دعوة بدي هروح على طول مباشرة على الخمسة التانيين هعمل فوق العمود الأولاني هعمل عمود وفوق الثاني هعمل عمود وفوق الثالث هعمل أجي أول عمود وبعدين خمسة سلسلة اتنين تلاتة أربعة خمسة هرجع هعمل تاني في الثالث عمود كمان وبعدين هعمل في الرابع عمود وكده في الخامس عمود كده بقى الخمسة كام؟ ستة تلاتة وتلاتة وما بينهم ايه؟ خمسة كل عمود فوق عمود بس المنتصف اللي هو التالت عملت فيه عمودين ما بينهم الخمسة هرجع تاني ما ليه الجعبين هروع على الخمسة التانين هعمل فوق العمود الاولاني عمود وفوق التاني عمود والتالت هعمل اجي اول عمود وبعدين خمسة سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة وبعدين هعمل في التالت عمود تاني وبعد كده في الرابع هعمل عمود وفي الخامس عمود وهروح مباشرة على الخامسة اللي بعدهم وقرر وهكذا يبقى تكراري بالشكل اللي انت شايفها ده كده تكراري السطر كله كده خلص السطر الخامس وتعالي نقفله ونعمل السطر السادس خلص السطر الخامس زي ما انت شايفه كده بالطريقة اللي احنا قلنا عليها وطبعا اخر غرزة كده احنا ما كناش بنعمل ما بين النقلة ونقلة ما بنعملش غرز فهروح على طول في الغرزة التالتة من الارتفاع هافل بايه بمنزلقة كده احنا خلصنا السطر اللي ايه الخامس تعالي نعمل السطر السادس عشان نبدأ نشغل السطر السادس طبعا انا مش هشتغل فوق اللي اعمل ده انا عايزة اشتغل هنا في الفراغ ده فانا همشي هنا غرزة منزلقة التانية منزلقة هروح هنا على تحت الفراغ بدل ما اشتغلها منزلقة هشتغلها على طول اول غرزة في الارتفاع اتنين تلاتة انا هشتغل هنا ستة عمدة ما بين كل عمود وعمود غرزة عملت اول عمود اللي هو تلاتة ارتفاع واجه غرز السلسلة يبقى كده انا عملت في الاول كام اربعة وبعده كده هعمل التاني غرز السلسلة كده التالت غرز السلسلة الرابع وبعدين غرز السلسلة كده الخامس وبعدين غرز السلسلة السادس كده انا عملت ستة عمدة ما بين كل عمود وعمود غرز السلسلة هعمل غرز السلسلة وهاجي هنا ما بين احنا كنا عاملين هنا دول ستة ودول ستة ما بينهم هنا شايف المسافة جي هنزل اعمل هنا حشو ده تكراري هعمل غرز السلسلة هرجع تاني هروح تاني على طول في الفراغ ده هعمل خمسة اجي واحد غرز السلسلة غرز السلسلة وبعدين الثانية وبعدين سلسلة الثالث سلسلة الرابع سلسلة الخامس سلسلة كده السادس سلسلة وعلى طول ما بينهم ايه في المسافة اللي ما بينهم دي هعمل غرزة حشو سلسلة تكراري قرر تالت اهو هروح تحت الفراغ تحت الخمس سلاسل هعمل اول عمود وبعدين سلسلة التاني سلسلة التالت سلسلة الرابع سلسلة الخامس سلسلة السادس سلسلة وبعدين هروح ايه هنا اعمل غرزة حشو وبعدين سلسلة وبعدين اقرر كل كلامي كله بنفس الطريقة خلصنا السادس زي ما انت شايفة كده وعملنا اخر 6 عمدا ما بينهم كل اللي عمود ده غرزة سلسلة وبعدين كده سلسلة وبعدين الحشو الاخيرة وبعدين سلسلة وهنا هقفل في الغرزة التالتة من الارتفاع بايه بغرزة منزلقة كده احنا خلصنا الساطر الايه السادس تعالي بقى عايزين ندأ السطر السابع السطر السبع بقى ده سطر الكلاستر الواحدة بتاعتي اللي أنا عاملها دي إحنا عاملين ست عمدة ما بين كل عمود وعمود غرزة يعني إحنا عندنا كم مسافة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة الستة دول ما بينهم خمسة هعمل فيهم خمسة كلاستر كل واحدة هعمل فيها خمسة كلاستر هعملهم إزاي؟ هبدأ أروح ما بين العمود الأول والتاني أهو ودول هعتبرهم كأنهم أول غرزة التانية التالتة وبعدين هنزل هلفه هنزل تاني ما بين الأول والتاني هسحب العمود هعمل نصه بس هسحب منه حلقتين ونسيب منه حلقة على الإبرة العمود التالت هلفه ونزل برضه هسحب نصه بس هسحب اتنين بس ونسيب حلقة على الإبرة وبعد كده هسحبه مع بعض هعمل واحد اتنين تلاتة كده نعملت أول كلاستر هرجع تاني هلفه ما بين التاني والتالت هنزل أعمل أول عمود هشغل نصه ونسيب حلقة على الإبرة العمود الثاني برضو هسحب نصه بس واسب حالة على الإبرة العمود الثالث برضو هسحب نصه بس واسب حالة على الإبرة وابدين أصحبه مع بعض وبعدين أعمل 1, 2, 3 هروح ما بين العمود أنا كده عملت ما بين الأول والثاني وعملت ما بين الثاني والثالث هعمل ما بين الثالث والرابع برضو كلاستر اللي هي لإيه? الثالثة هسحب نص العمود واسب حالة على الإبرة هنزل هلف اللفة الثانية العمود الثاني هشغل نص وصيب حلعة الإبرة العمود الثالث هشغل نص وصيب حلعة الإبرة وبعدين أصحبهم كلهم مع بعض وبعدين أعمل 1, 2, 3 كده أنا عملت الكلاستر الثالثة هروح دلوقتي ما بين عندي العمود ده الكام الرابع والخامس هعمل الكلاستر الرابعة أجي أول عمود وبعدين الثاني خلاص إحنا عرفنا أن إحنا بنشغل نص بس ونسيب حلعة الإبرة كده العمود الثالث وبعدين هصحبه مع بعض وبعد كده 1, 2, 3 وبعدين هروح على ما بين العمود الخامس والستادس هعمل كلاستر الخامسة هذه اول عمود وبعدين العمود التانية وبعدين العمود التالت كدا انا خلصت الخامسة كلاستر اللي هم ما بين الستة عمودة تمام كده احنا خلصنا واحدة عشان اروح اعمل في الوحدة التانية خمسة تانين فبراء عمل غرزة سلسلة وبعدين أروه على الوحدة الثانية على طول ما بين العمود الأول والثاني هعمل أدي أول كلاستر العمود الأولاني كده الثاني احنا خلاص عرفنا الكلاستر بتبقى إزاي كده العمود الثالث وبعدين أصحبه مع بعض وبعدين واحد اثنين ثلاثة وبعدين راح أعمل الكلاستر الثانية ما بين العمود الثاني والثالث هعمل هالك ديات كده تمام اللي عايزة بقى أوضحه هنا احنا خلاص بنعمل الوحدة خلاص احنا عرفنا الوحدة بالكلستر بتاعها بتعمل ازاي تمام كده ما بين الوحدة والوحدة ما خلصنا الوحدة نتنين نعمل غرزة واحدة سلسلة لكن ما بين الكلستر والكلستر بنعمل ثلاثة سلسلة انتبهي للحتة دي بنعمل ثلاثة سلسلة خلصي بقى ادير كله تعالي نقفل السطر الثامن اخر غرزة كلستر عملتها في السطر وبعد بناها هعمل طبعا غرزة سلسلة عشان احنا بنعمل غرزة ما عشان نتنقل من الوحدة للوحدة وهقفل فيه العمود الاول في الغرزة التالتة بارتفاع واحد اتنين تلاتة هقفل بمونزرقة تمام كده هبدأ بعد كده هروح ما بين الكلاسر الاولى وكلاسر التانية هروح المفروض ان انا اطلع مفروض بمونزرقة عشان اطلع الغرزة الاولى بس احنا اتفقنا ان احنا ايه بنطلع العمود الاولين ازا مقلتلك من جوه ازا بقيت السلسل ف Например اتنين تلاتة وما بين العمود en las bra اجي واحد اتنين يبق انا كده اتتفعت تلاتة وعملت غرزتين مابين العمود والعمود هروح بقى على المسافات اللي هي مابين الكلاستر وبعدها اعمل اعمدة مابين العمود والعمود غرزتين اجي واحد اتنين رجعتاني اهو اجي عمود وبعدين اجي واحد اتنين وبعدين تاني ما بين الكلاستر تاني قد هين عندي اجي واحد اتنين هنا مفوت خلصتس الكلستر بتاع Иهو تقبل واحده دي. هروح على طام مباشرة لل Item التعني اناonteك لجي الداحل. انا انا بنزيلش غير ما بين الك questioned mniej كانتdt علي الك Freund اجي واحد اتنين وبعدين تاني هوات.ọج slow بنزلش. هنا في يعني دي دي وحدة. تمام? ودي وحدة. المسافة اللي ما بين الوحدة والوحدة ما بنزلش فيها. انا بنزل ما بين الكلاسترات بتاعت الوحدة. ادي عمود. ودين واحد اتنين. هرجع تاني. واحد اتنين غرزة اتنين. وبعدين عمود تاني بلفة. بدين غرزة اتنين. غرزة السلسلة طبعا. وبعدين تاني هوت. وبعدين واحد اتنين. وعلى طول الوحدة اللي بعدها. وكمل بقى السطر كله بالشكل كده. عايزة بس اوليكي حاجة بسيطة. بصي ده مكان البداية مش كده. المكان البداية. لو بصتش عليه كده مش هتلاقي دايما عند اي تقفيل في اي شغل ده ايلي. بتبص تلاقي مكان البداية بيبان. بيبقى باين خطي كده شكله مش حال. لكن احنا عشان التعديلات اللي احنا عملناها عشان نخفي العين عن فين البداية والنهاية بصي مش باينة. يعني انت لما بتقفلي تلاقيها بصي ايه? بصي مش باينة خالص. ده اللي انا كنت عايزة اوضحه كمان في الفيديو ده. ودي من دين الحاجات اللي ايه? بحب دايما اقولها في الفيديوهات. هكمل السطر كله كده عميدة. اخر عمودة عملته. بعد كده هعمل غرزة اتنين. وبعد كده هجبك فيه الغرزة التامنة الارتفاع. واحد اتنين تلاتة. بايه? بمنزرقة. كده خلصنا الايه? سطر العمويد. هبدأ بعد كده هطلع واحد اتنين تلاتة كده ارتفعت فوق العمود غرزة. وبعد كده هعمل جوه مش كان فيه هنا غرزتين ما بين العمود والعمود. هعمل عمودين. ادي واحد اتنين. كده ده التكرار بتاعي. ده تكراري. هرجع تاني فوق العمود. هعمل عمود. وجوه في المسافة اللي ايه فوق الغرزتين. هعمل برضو ايه? اتنين. هرجع تاني هنا. هحصل على ادي عمود. وبعدين في الفراغ. عمود. اتنين. كده ده تكراري للسطر كله. ادي فوق العمود عمود. وبعدين ما بين العمود والعمود. بنعمل ايه? عمودين. تاني هقرر تاني. فوق العمود. عمود. فوق العمود هو تعمود اللي كانت فك مني. وبعدين ما بين العمود والعمود بعمل ايه? عمودين. بلفة. ده كده يبقى تكراري للسطر كله. بس انوى معاكي ان احنا كده لما عملنا سطر العمود اللي كانت كده. كده خلصنا وحدة او خلصنا تكرار. فانت هنا لما بعمل انا سطر العمود اللي انا بعمله ده. اللي هو عمود ما بين العمود والعمود اتنين. يعني التأسيس ده. بأسس ده تاني. بأسس وحدة. ايه? عشان اعمل نفس الجزئية دي تاني. اقرارها تاني. ببداية التأسيس بتاعتي تبقى ايه سطر العمويد زي سطر العمويد اللي كان في البداية هنا. نبدأ نعمل واحدة جديدة. هكمل السطر وارجعلك. بس السطر اللي هو العمويد اللي انا قلتلك عليه. وبعد كده هقفل فيه العمود الاول في الغرزة الثالثة من الارتفاع بمنزلقة. طبعا حب اقولك ان السطر ده طبعا هو بداية ايه? احنا كده كنا خلصنا واحدة. هنبدأ نعمل واحد. انا كنت بعمل ايه? بتعملي تلات غرز. بنزل هنا الاول. بعمل غرزة حشو. مش كده? بترتفع غرزة كده. وبعد بتنزلي في الغرزة اللي انت فيها تعملي غرزة ايه? حشو. وكنت بتعملي غرزة تانية. مش كان البداية. وبعد بتعملي واحد اتنين تلاتة. وبعد كنت بتسيبي كام? اهو واحد اتنين تلاتة. وفي الربعة تخش تعملي ايه? غرزتين حشو. مش كده? كنا بنعملوا في نفس المكان. انا مرة هعملوا في نفس المكان ومرة في اتنين مختلفين. يبقى ايه? عملت غرزة حشو في غرزة وفي اللي جنبها ايه غرزة كمين عرفت الفرق يبقى انا هعمل مرة كده ومرة كده هرجع تاني قرار واحد اتنين تلاتة اللي جاية هعمل واحد اتنين تلاتة وفي الربعة هعمل اتنين حشو في نفس المكان ادي ايه اتنين حشو في نفس المكان زي الاولانية هرجع اعمل واحد اتنين تلاتة هسيب واحد اتنين تلاتة وهروح في الربعة هعمل حشو وفي الخمسة هعمل حشو يبقى انا مرة بعمل الاتنين حشو في نفس المكان ومرة بعمل اتنين حشو في غرزتين جنب بعض هقرر للك تاني واحد اتنين تلاتة هسيب واحد اتنين تلاتة وهروح هنا دي ايه هعمل هنا غرزتين حشو في نفس المكان عشان ان هنا كنت عملان في غرزتين مختلفين جنب بعض هنا هيبقوا في نفس المكان وبعدين هعمل واحد اتنين تلاتة وبعدين هروح واحد اتنين تلاتة هروح هعمل غرزتين حشو جنب بعض اشي في الغرزة الاولى وفي اللي جنبها على طول زي ما كنتين اقول في اللي جنبها ايه? يبقى مرة بعمل كده ومرة بعمل كده ده التكرار بتاعي. وبعد كده طبعا السطر اللي بعديه بعمل بعد كده العمويد والاتنين حشو اه لما بينهم تلاتة عادي نفسي بقى نفس التكرار اللي احنا قررناه هنا انا ايه? هتقراري هنا. هو الفرق الوحيد هنا اللي انا قلتلك انه مرة هتعملين غرزتين الحشو في غرزة واحدة وبعدين مرة اللي جنبها غرزتين حشو في غرزتين جنبه بعض. وترجعي تاني. يبقى ده تكرارك. مرة مع الاتنين في غرزة واحدة. ومرة الاتنين في غرزتين متجاورتين. هتكمليلي واحدة تانية زي دي كده. وتأسسيلي السطر اللي هو اللي هو دوت اللي هو العمويد دوت تاني عشان نعمل واحدة تالتة. منا سطر التأسيس بتاع الوحيدة جديدة كده احنا عملنا ايه اجي واحدة اتنين دايما سطر التأسيس اللي هو سطر الايه قلنا اللي هو السطر العمويد فانا هقفل في الغرزة الاولى في تالت غرزة في تالت غرزة من الارتفاع بمنزلقة تمام كده كده احنا ايه عملنا الواحدتين تعالي اقولك حاجة احنا كنا هنا لما كنا بنعمل التزايد هنا كنا بنعمل ايه مرة اتنين مع بعض في البداية في التأسيس ومرة اتنين ايه في غرزتين مختلفين مرة اتنين مع بعض ومرة في الاتنين واحدة واحدة يعني هنا بقى هنعمل ايه هبدأ انا هارتفع هنا الغرزة بتاعت الارتفاع بتاعتي وهنزل في الغرزة الاولى كالعادة اتنين مع بعض حشو اجي اول واحدة اتنين وبعدين هعمل واحد اتنين تلاتة ما غيرناش الكلام خالص هوت وبعدين هسيب ايه اجي واحد اتنين تلاتة وارح في الربعة اعمل غرزة حشو وفي الخمسة اعمل غرزة حشو تمام يبا احنا عملنا الايه اللي هو اتنين حشو مع بعض. وبعدين رجعنا اعملنا اول مرة اتنين منفصلين من ايه? في غرزتين جنب بعض. هرجع اعمل واحد اتنين تلاتة. وبعدين هسيب واحد اتنين تلاتة. واروح في الرابعة. هعمل حشوة. وفي الخمسة هعمل حشوة. يبقى انا كده ايه? قررت الكلام تاني مرة. بعدين هعمل تاني. واحد اتنين تلاتة. وبعدين هسيب واحد اتنين تلاتة. وارح في الرابعة اعمل غرزة حشوة وفي الخمسة غرزة حشوة يبقى انا كده ايه لتالت مرة اعمل اتنين حشوة جنب بعض بعد ما عملت اول واحدة حشوة اتنين حشوة في غرزة واحدة كده تالت مرة واحد اتنين تلاتة هرجع اعمل الرابعة كمان واحد اتنين تلاتة وبعدين اسيب واحد اتنين تلاتة هروح في الرابعة اعمل حشوة وفي الخمسة هعمل حشوة وكده التكرار بتاعي خلص يبقى انا بعمل اون مرة آآ غرزتين حشوة في غرزة واحدة وبعدى كدة بعمل أربع مرات غرزتين حشوة جنب بعض في غرزتين جنب بعض زى ما انت تشايف ارجع تانى بقى ايعيد ال DON'ا قرها من تانى روى واحد اتنين. تلاتى وبعدين هاسوب واحد اتنين تلاتى هو روح فى الرابعة فى اعمل اتنين حشوة جنب بعض وانا ايعيد التكرار تانى. تمام عملت ايه اهو. ازاي ب Lego 2 بزلت عدى . تكراره تاني لهو اربع مرات جنبه بعد فرص جنبه بعد وكرر التكرار بتاعي بتاع سطر كله كده ولما خلص السطر دوه طبعا اللي هو التأسيس اللي هو اللي بنعمل ده هرجع اعمل تاني واحدة زي دي كده انا اقولك على حاجة تسهلك العدد في السطر ده لان هو بصراحة انا لما اشغلت فيه العدد لقيته بحتاجة عد كتير وممكن تتلخبطش ممكن ترجع تعد من الاول تاني وتفكي انا هسهلك الدنيا خالص انا مهمتش ان انا سهل الدنيا انا هنا كنت عملت هنا الايه واحد اتنين تلاتة اربعة ادي كده هنا لغرزة تاني الحشو اللي كانوا مع بعض تمام وعملت اربع تكرارات اللي هما ايه اتنين جنبه بعد ودي واحد اتنين تلاتة اربعة احيانا ساعات بتتلخبطش او العدد تتلخبط او ست الشغل وقمتي دي مشكلة هترجع تعدية من تاني فانا هقولك على حال طبعا انا خلصت الهنا الايه قلنا الاتنين اللي هم مع بعض تمام وبعدين عملت اجد اكرار اتنين تلاتة اربعة فهنا هعمل الايه اللي هم الاتنين مع بعض هعد واحد اشوف بس غرزتي واحد اتنين تلاتة وادخل اعمل اتنين مع بعض اهم بجول البداية اللي احنا بنبدأها اجي الاتنين هم مع بعض وبعدين هعمل واحد اتنين تلاتة عشان راح اعمل ايه الاربعة الاربعة اتنينات جنب بعض هحط في اللومة الاتنين مع بعض دول ايه الماركر كده ما عنديكش ماركر فاتلة ملونة اي حاجة صدقيني دبوس بتاع الهدوم السادر دوت عادي وبعدين راح اكرر هنا ايه اربعة تكرارات هقول واحد اتنين تلاتة اربعة اجي اول اتنين جنب بعض اجي يفوينة في واحدة وادين التاني وادين واحد اتنين تلاتة وارح اعمل التانيين واحد اتنين تلاتة بعدين اتنين حشو جنب بعض اجي تاني اتنين حشو جنب بعض وادين واحد اتنين تلاتة وبعدين هروح واحد اتنين تلاتة اربعة اجي كده ايه تالت حشو جنب بعض وادين واحد اتنين تلاتة وبعدين واحد اتنين تلاتة اربعة هروح اعمل رابع حشو جنب بعض اتأكد كده من كلامي انا هنا كنت هنا دول الاثنين مع بعض عندي اجي واحدة اتنين تلاتة اربعة يبقى انا هروح اعمل ايه الاثنين اللي هما جنبه بعض اعمل واحد اتنين تلاتة تلاتة بس وبعدين هروح ايه اعمل اتنين اللي هما جنبه بعض واحد اتنين تلاتة وفالربع اعمل اتنين اللي جنبه بعض اللي بحط عندهم الماركر بس قبل ما احط الماركر عشان ارتاح شوية اعمل واحد اتنين تلاتة عشان انا انقل الاربعة اتنين واجيب المركر مش لازم اتفوحه احطه عند الاتنين اللي مع بعض. يبقى انت كده بالسهيلة على نفسك خلص انت بتتأكد ان انت ايه? حتى المركر مش بتعدي بعد منه اربعة اتنينات جنب بعض وبعدين انت رجعتين ايه تاني لما غد ما تخلص الايه السطر. عشان الشغل ما يدائكيش وما تفضلش عدي كتير. انا هنا بقى عند التكرار التالت كده انا هوقف الشغل في الجزء الاول. انا عملت التكرار التالت. خلصته مع عدى السطر الاخير اللي هو التامن. ما عملتوش. عشان واحنا بنعمله هنبدأ نقسم التقسمات بتاعتنا. هنعمله في الجزء التاني عشان نعرف ازا كنا هنحتاج بقى تزايد تحت الابط او مش هنحتاج ازاي نحرد الكم ونعمل التناقص بتاعه. اه ده الكلام ده للكبار. طبعا انا هنا بعمل مقاس لارج. اه انت طبعا من البداية انا مخليك يعمل المقاس بتاعك مظبوط. اللي هو عدد يبل اسمها على تمانية على قد مقاس السدر بتاعك. سواء انت خطيه على دوران الرأس زائد خمسة سنتي او على دوران الرأبة. انت حرة. على حسب المقاس اللي انت عملتيه. فشغلت التكرارات. لو انت بتعملي الكبار هتشغلي ثلاث تكرارات كده. وتوقفي على السطر الاخير. طب لو انت بتعملي بقى الاطفال او سن صغير. اعملي تكرارين بس. وبرضو سيبي السطر الاخير. يعني تقفلي. يعني تشغري معي. يعني مش هتعملي تكرار التالث. هتعملي بس تكرارين. والسطر الاخير مش هتعمليه. وتيجي تحرجي معي الحاردات من الكوزء اللي جاي. اتمنى تكون انا قدرت اوصل للمعلومة. وتكون سهلة وبسيطة. انتظرين الكوزء التالي ان شاء الله. اذا كنت جديدة في القناة واول مرة زورينا. انا برحب بيكي وبقولك اهلا وسهلا نورتيني. من فضلك دوسي على زر الاشتراك اللي اسفل الفيديو. بعد ما هتشتركي هيصار لك الجرس. دوسي على الجرس هيصار لك 3 اختيارات. اختاري الاختيار الاول اللي هو في الكل. عشان يوصلك اشعار بكل جديد انا بقدمه. والى لقاء اخر في حلقة قادمة ان شاء الله.